ما زالت الساحة السياسية في العراق تشهد انسحابات وتحالفات جديدة غير معلنة على الرغم من اغلاق مفوضية الانتخابات ابواب تسجيل الكيانات السياسية كتل سياسية اتفقت على التحالف لاحقا بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في وقت يجد فيه برلمانيون انها تحالفات تخلق بيوتا مذهبية اقوى من الحالية الاحزاب السياسية التي ستخوض سباق الانتخابات بقوائم مفاصلة اتفقت بطريقة سرية على الرجوع للتحالف مع كتلها الام او مع من يتفق معها عرقيا او مذهبيا بعد اعلان نتائج الانتخابات لضمان الوصول الى الكتلة السياسية الاكبر وهو اسلوب قديم تعمل وفقه الاحزاب في العراق منذ اكثر من 14 عاما تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي اعلن انشقاقه عن تحالف النصر بقيادة العبادي سيعود مرة اخرى للتحالف بعد الانتخابات وذلك لابعاد المالك عن الواجهة والوصول الى الكتلة الاكبر في الوقت الذي يؤكد الخبراء ان تحالف الفتح الذي يضم قيادات ميليشيا الحجد لين يترك المالك وحيدا بعد الانتخابات في موازاة ذلك اكد القيادي في تحالف القوى محمد عبدالله وجود خلافات كبيرة بين القوى والكتل التي شكلت تحالف القرار ما قد يمهد لإعلان انشقاق او تفكك للتحالف قريبا برغم تصديقه داخل مفوضية الانتخابات عبدالله اكد ان كل التحالفات السياسية الحالية يمكن اعتبارها تحالف مصلحة لا تحالف رؤى واهداف مشتركة مشيرا الى ان المفوضية قد تفتح مجددا باب التعديل والاضافة على التحالفات السياسية قبيل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المتوقع ان تكون نهاية الشهر المقبل الاحزاب السياسية الكردية اتفقت بدورها وبطريقة سرية ايضا فيما بينها على تشكيل الكتلة الكردية الاكبر في البرلمان لا سيما بعد دخول برهم صالح لحلبة التنافس وميله الى الاتفاق مع حزب التيار الجديد لتشكيل القوة الكردية الاكبر في المرحلة المقبلة وعزل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وجوهات النظر تباينت بشأن تحالفات ما بعد الانتخابات حيث رأى البعض ان تلك التحالفات اذا اعتمدت على المذاهب او الاعراق فلن يتقدم العراق خطوة خلال السنوات الاربع المقبلة فيما قال البعض الاخر ان الضغوط التي تمارسها دول اقليمية مع السياسيين هي التي تحدد ملامح التحالفات الانتخابية الحالية او المستقبلية